السلام عليكم ورحمة الله الفيديو ده هنكمل آآ رحلتنا بقى مع الفيديوهات الخاصة بي وخاصة المايكرو كنترولر وهنتكلم فيه عن المايكرو كنترولر فيتشارز او الخصائص اللي بتبقى في الغالب موجودة في اي مايكرو كنترولر ايا كان نوع المايكرو كنترولر دا آآ طبعا احنا عندنا حوالي سبعتاشر خاصية تمام آآ موجودة في الغالب في كل انواع المايكرو كنترولر يعني ممكن تختلف من مايكرو للتاني بس في الغالب الخصائص دي هتلاقي متوفرة في اغلب انواع المايكرو كنترولر طبعا احنا في الغالب النوع اللي هنهتم بيه بعد كده ان شاء الله اللي هو البيكتا منتاشر اف من انتاج شركة مايكرو شيب بس احنا هنحاول حاليا نتكلم على الخصائص اللي موجودة سواء في البيكتا منتاشر او في اي مايكرو كنترولر عموما آآ اول خاصية موجودة عندنا احنا في الغالب ان شاء الله النهاردة ممكن نتكلم في اللقاء ده مسلا عن تسعة خصائص والمرا جهدى ان شاء الله نكمل البعض اول حاجة اللي طبعا لازم اي مايكروكنترولر هيبقى فيه طب ليه لازم يبقى فيه لان طبعا دايرة المايكروكنترولر اللي موجودة عندنا هي بيبقى موجود فيها عدد من اللي هي بتكون بقى اللي منوجود عندنا ووحدات ال الموجودة المختلفة اللي موجودة عندنا والرام ميونيت مسلا والروم يونيت وكل الواحدات دي في النهاية هي متصممة باستخدام لوجيك جيتس مسلا وفليف لوبس واللوجيك جيتس والفليف لوبس ديت متصممة برضو في النهاية باستخدام ترانزيستورز. كل الكلام ده في النهاية متصمم باستخدام ترانزيستورز والترانزيستور بيبقى محتاج جهد عشان يشتغل عليه. احنا عارفين طبعا الترانزيستور وكل عناصر السيمي كوندكتورز يعني بنعتبرها اكتف المنت وبتحتاج جهد عشان تشتغل. فبالتالي كل العناصر اللي موجودة عندي داخل المايكرو كنترولر محتاجة جهد عشان تشتغل عليه. طبعا هو في الغالب بنبقى محتاجين جهد خمسة فولت وجهد زيرو فولت. تمام? عشان نشغل المايكرو كنترولر. اه في انواع من مايكرو كنترولر هنشوف بعد كما مسلا في البيكتا منتاشر اف بيبقى فيها اربعين طرف. فبما انه عندنا عدد الاطراف كبير فهو عشان يسهل علينا موضوع التوصيل هتلاقيه عاملك طرفين للجهد الموجب اللي هو الخمسة فولت وطرفين للزيرو فولت. يعني هتلاقيه فيه طرفين خمسة وهتلاقيه فيه طرفين للزيرو. طب هل معنى كده اللي انا محتاجة اوصل اربع اطراف? لا انت محتاج توصل طرفين بس. بس هتوصل الاطراف اللي تسهل عليك آآ توصيل الدايرة واللي بقى شكل التوصيل بتاعك سهل يعني. تمام? يعني ممكن يكون باقي العناصر اللي انا هوصلها مع المايكرو كنترولر مجسفات والمقاومات والمواتير والحاجات اللي هوصلها يكون متناسب معها اللي انا اخد الخمسة فولت مسعى من الشمال واللي انا اخد زيرو فولت من اليمين او اللي انا اخد الخمسة فولت والزيرو فولت من ناحية اليمين وهكذا. فهو كده بيدي لك ايه? فسيلة از اكتر يعني او امكانيات اكتر في التوصيل. تمام? فلذلك في حاجة زي البيك تمنتاشر اف عندك ربعين طرف هتلاقي فيه منهم اربع اطراف للجهد الموجب وجهد طيب دي اول خاصية موجودة عندنا. طيب تاني خاصية موجودة عندنا. نتكلم عليها. هي تمام او نقدر نسميها يعني. طيب او دوت الهدف منه اللي هو يعني او يولد اشارة تمام? طبعا احنا عارفين اللي كل الدوائر بتحتاج اللي انت يبقى موجودة عندك كولوك عشان تقدر تشتغل مع الكولوك ده. احنا طبعا لو انتم فاكريين من كان عندنا بنقسمها لنوعين حاجة بنسميها وحاجة بنسميها دي الدوائر اللي فيها والحاجات ديت وبعد كده بدأنا نبني عليها او اسف بدأنا نبني عليها والفول ادر والسابتراكتورز والديكودر والانكودر والمالتيبلاكسرز وهكذا كل دي دوائر بنسميها دوائر ما بتحتاجش كلوك. فيه نوع تاني من الدوائر اللي بنسميها الدوائر دي اللي بيبقى كلها وحدات تخزين بقى بتبدأ من اصغر وحدة موجودة عندك اللي ممكن تخزن لفليف لوب بانواع المختلفة والديف لفلوب والار اس والجي في لفلوب وبعد كده بتبدأ تعمل بيهم بقى والكاونترز والرام والروم وهكذا وكل ده عبارة عن سيكوينشل سيكوينشل سيركتس ومحتاجك لك عشان تبدأ تشتغل عليها وتنظم العمل بتاعها فبالتالي اي او اي عموما في الغالب انت هتبقى محتاج يكون موجود عندك او مولد نبضات عشان تقدر تشغل الاي سي اللي موجودة عندك ده تمام طيب عشان نولد النبضات اللي موجودة عندنا دي طبعا في الغالب بيبقى الاي سي عندك بيبقى عندك فيه طرفين كده ما انا معلش طبعا بستأذن الرسم سيء شوية تمام تحكم مش سهل هنا بيبقى عندك طرف اسم واحد وطرف اسم اثنين تمام المفروض ما بين الطرفين دول بتحط الاوسيليتور بتاعك طيب عشان اولد النبضات دي ايه الحاجات اللي انا ممكن استخدمها عشان اولد بيها النبضات في الغالب عندنا تلات تقنيات اساسية ممكن نستخدمهم عشان نولد النبضات اول حاجة ممكن يبقى عندك تمام تستخدم دايرة عشان تولد النبضات دايرة بتبقى عبارة عن مقاومة ومكسف واصل بالارضة وهو هنا واصل بجهد موجب تمام وبتبدأ تاخد فرق الجهد اللي موجودة عندك على المكسف وطبعا المكسف يبدأ يشحن ويفرغ ويفرغ ويشحن ويفرغ وهكذا وطبعا بناء على القيم المقاومة والمكسف اللي موجودة عندك هتتحكم في الطايم بتاع الشحن والتفريق فطبعا كده انت اولدت اشارة قريبة من اشارة المطلوبة يعني تمام او بقى عندك حاجة تشبه النبضات طبعا هي مش بيور يعني يشواخد شكل سكوير ويف بشكل مظبوط بس قريبة من طيب ده بالنسبة فيه برضو ممكن نستخدم عشان نولد النبضات اللي موجودة عندنا ديت ودي في الغالب موجودة في دايرة الطايمر التلات خمسات تمام طبعا لو دورنا كده وكتبت طايمر تلات خمسات على بحس جوجل هيطلع لك بتاع الطايمر التلات خمسات وهتلاقي دايرة ومتصممة باستخدام ونقدر نولد بيها نبضات تمام ونبضات تبقى منتظمة او سينكرونيز دي يعني تمام وطبعا دايرة الطايمر دي او الاي سي بتاع الطايمر التلات خمسات نقدر عن طريق المقاومات والمكاسفات الواصلة بيه نحدد برضو التردد اللي هنبقى شغالين عليه بتاع الاوسيليتور بتاعنا او التردد بتاع النبضات اللي هتبقى موجودة عندنا تالت حاجة هو دي في الغالب اكثر استخداما يعني اللي انت تستخدم الكريستال اوسيليتور تمام طبعا زي ما قلنا الكريستال اوسيليتور بيولد لك نبضات اه نقدر نقول نقية جدا يعني او مظبوطة بشكل كبير يعني وهو اضق حاجة ممكن تولد لك نبضات وتديك تردد اه سابت وطبعا لما بتيجي تشتري الكريستال اوسيليتور ده من المحلات ولا حاجة بيبقى كل واحد منهم له تردد معين يعني انت بتروح تشتري من المحل بناء على التردد اللي انت عايز انت مثلا عايز تردد عشرين كيلو هيرتز عايز تردد خمسين كيلو هيرتز على حصل التردد اللي انت عايز تشتغل به هتشتري الكريستال اوسيليتور اللي يولد لك التردد المطلوب تمام طيب الكريستال اوسيليتور ده مابني فكريته على ايه مابني فكريته على البيزو الكتريك افكت طبعا احنا عندنا فيه حاجة اسمها البيزو الكتريك تمام البيزو الكتريك افكت ده هما له فيه حجر موجود في الطبيعة كده الحجر ده لما انت بتحط عليه ضغط معين بيروح وهم والد فارق جهد او بيولد نبضات ما بين الطرفين بتبقى هو طبعا الرمز حتى بتاع الكريستال اوسيليتور بيبقى واخد نفس الشكل ده كده البيزو الكتريك افكت ده فعليا فيه ناس كتير بتستخدمهم من غير ما تاخد بالها يعني الولعات اللي هي بتبقى بحجر دي تمام عارفين الولع اللي بقى ليها حتى فيها حجر كده تمام وبعد كده بتبدأ انت تضغط على بتاع الجزء اللي بيلف دوت فالجزء اللي بيلف ده بيضغط على الحجر الكريستال اللي موجودة عندنا دوت تمام فاما بيحط عليه ضغط بيروح مولد فارق جهد ما بين الطرفين بتوعه وبعد كده الغاز بيبدأ يطلع عندك من تحت ولما الغاز بيطلع بيروح مولع الشرارة اللي موجودة عندك هنا فيعملك النار بتاعت الولع اللي انت بتشوف تمام فدي احد التطبيقات اللي موجودة على البيزوالكتريك افكت والتطبيق التاني اللي احنا بنولد بيها آآ نبضات بتردد محدد وزي ما قلنا بناء على التردد اللي انت عايزه بتشتري الكريستال اللي تتناسب معه وزي ما قلنا المايكرو كنترولر هيبقى فيه طرفين طرفين دول تبدأ توصل ما بينهم بقى الدايرة اللي انت عايزها سواء كانت دايرة ارسي سيركت او دايرة التايمر تلات خمسات او الكريستال اوسيليتر طبعا موارد يكون واصل مع الدايرة بتاعتك دي عناصر اضافية يعني وارد مع الكريستال اوسيليتر دا تبقى انت موصل مكسف او عناصر تانية عشان تزبط عمل الكريستال اوسيليتر تمام طيب دا بالنسبة ليه الجزئية الخاصة بالاوسيليتر آآ بالنسبة لانواع الاوسيليتر طبعا فيه انواع منها بتبقى انترنل وفيه انواع بتبقى اكسترنل يعني لو انا عندي عدد الاطراف بتاعة المايكرو كنترولر عدد محدود يعني فيه بعض انواع المايكرو كنترولر بتبقى تمن اطراف فتمن اطراف صعب جدا لان اخد منهم طرفين للأوسيليتر خارجي وطبعا عندي كمان طرفين للجهد وبعد كده ممكن يبقى عندنا طرف لريست فتخيل مثلا لو انت عندك مايكرو كنترولر تمن اطراف تخيل الموضوع يعني دي اتنين تلاتة اربعة وهنا خمسة ستة سبعة تمانية وفيه طرفين تواخدهم للجهد بتاعك واحد خمسة فولت واحد زيرو فولت وبعد كده اواخد طرفين الاوسيليتر واحد واوسيليتر اتنين وبعد كده اواخد طرف لريست ده قال لي واجب يعني تمام هل هتشتغل بتلات اطراف بس اكيد طبعا الكلام ده مش منطقي يعني ففي الغالب لما بيكون عدد اطراف المايكرو كنترولر قليلة بيخلي الاوسيليتر بتاعه يبقى داخلي يعني بيبقى عندك انترنال اوسيليتر تمام طبعا في الغالب لو الدايرة بتاعتك فيها انترنال اوسيليتر في الغالب هتبقى قيمة التردد بتاعته سابتة او انت مش هتقدر تغير فيها بشكل كبير يعني تمام لكن لو خارجي انت ممكن تختار التردد اللي انت عايزه وتجيب الاوسيليتر المناسب ليك طبعا في دوائر زي اللي هنشتغل عليها اللي هي البيك تمنتاشر اف الاي سي طبعا او الشيف فيها اربعين طرف فبالتالي مش هيبقى فيه اي مشكلة اللي احنا ناخد منهم طرفين للاوسيليتر طبعا كمعلومة برضو كنت عايز اقولها لكم حكاية اللي احنا اللوجيك جيتس دي مبنية باستخدام الترانزيستور فيه كورس كامل بندرسه في الموضوع ده اسمه الفي الاساي تمام او بنفهم فيه ازاي نبني اللوجيك جيتس باستخدام الترانزيستور طبعا اين كان بانواع الترانزيستور ده كان بي جي تي مسلا او كان فيت بكل انواع الفيت بقى سواء كان موس فيت او جي فت وهكذا او كان سيموس وهكذا جي فت مسلا موس فيت او سيموس وهكذا تمام الكلام ده فايزا احنا نبقى فاهمين في النهاية اللي اي شب او اي دي جيتل شب في النهاية هي عبارة عن مجموعة من الترانزيستورات وبالتالي محتاج الجهد عشان تشتغل به احنا كده اتكلمنا على الخاصية الاولى والتانية خلينا نكمل الخصاص بتاعتنا كده الخاصية الاولى والتانية خلنا ندخل في الخاصية التالتة تالت خاصية موجودة عندنا اللي هي برضو اي يفضل يبقى موجود فيها طرف لري. يبقى لازم بتاعتي يبقى فيها طرف او مستر يعني تمام طرف ده زي طرف اللي موجود عندك في الروتر او زي طرف الريسيت اللي بيبقى موجودة عندك فيه الكمبيوتر اي جهاز الكتروني عموما يعني المفروض بيبقى فيه طرف للريسيت تمام او طريقة تقدر تعمل بها ريسيت للسيركت بتاعتك تمام طبعا الهدف من الكلام ده اللي انت لو حصل اللي الدايرة بتاعتك هنجت او حصل فيها اي مشكلة تقدر انت تعمل ريسيت وتنفز البرنامج بتاعك من الاول تمام طيب طرف الريسيت ده في الغالب بيبقى موجودة عندنا اكتف له تمام فيه المايكرو كنترولر وفي اغلب الاجهزة بيخلوه اكتف له يعني اكتف له يعني بيقى عليه كده يعني بيشتغل مع الزيرو فولت مش بيشتغل مع الخمسة فولت طب ليه بيعملوه يشتغل مع الزيرو فولت مش مع الخمسة فولت لان احنا بالنسبة لنا جهد الخمسة فولت مش مضمون طيب برضو ليه جهد الخمسة فولت مش مضمون عندنا في المايكرو كنترولر جهد الخمسة فولت ده ممكن يكون جاي عن طريق بطارية تمام او يكون جاي عن طريق دايرة باور ودايرة الباور دي ممكن يحصل فيها مشكلة والبطارية مع الوقت اكيد هتخسر جزء من الجهد بتاعها تمام فممكن الخمسة فولت دول عما يوصلوا لي بدلا ما كانوا يوصلوا خمسة مسلا يألاقي الجهد اللي واصلي على الطرف اه مسلا تلاتة ولا ايه استنى نمسح الحلقة دي مسلا انا مسلا كنت مزبط الدايرة اللي هي تشتغل مسلا على خمسة فولت بس البطارية دي مع الوقت فقط الجزء من الشحنة بتاعتها فبدلا ما يجيله خمسة فولت لقى اللي جاله تلاتة فولت طيب ممكن في الوقت ده بقى الدايرة هي متزبطة اللي هي تشتغل على خمسة فما يجيلها تلاتة ما تشتغلش تمام بتخيل انت في قزمة كبيرة بقى ومحتاج تعمل ريسيت للسيستم بتاعك وجيت تدخل له مسلا او تدوس على طرف الريسيت هو ما عملش ريسيت لان جاله تلاتة فولت بدلا ما كان يجيله خمسة فولت خيل انت مثلا في طيارة ولا حاجة او في اي سيستم وحصل في عطل كبير والمحركات وقفة والدنيا كلها وقفة وانت عايز تعمل ريسيت للسيستم بسرعة عشان يبدأ يشغل محركات تاني ويبدأ يرجع للوضع الاساسي بتاعه مثلا تمام فما عندكش امكانية غير لانت تدوس على زرار المعاين للريسيت فدوس تعليفة هو كان شغال على بطارية مثلا ولا حاجة او شغال على دايرة باور والجهد ما وصل لكش خمسة فولت وصل جهد اقل منه وبالتالي ما شغلش دايرة الريسيت بتاعتك فبالنسبة لدايرة الريسيت دي تعتبر دايرة يعني او دايرة طوارئ وانت عايز تحمي بيها نفسك فبالنسبة لك جهد الزيلو فولت ده جهد مضموط تمام مش هيروح في حتة يعني لكن جهد الخمسة فولت وارد اللي يحصل مشكلة في دايرة الباور او يكون شغال عن طريق بطارية ولا حاجة فبالتالي الجهد ما يكونش كافي وبالتالي دايرة الريسيت نفسها ما تشتغلش فدي من احد المشاكل اللي ممكن تبقى موجودة عندك بالاضافة اللي انت ممكن يكون بتاعك انت محتاج تعمل الريسيت اصلا اكتر من مرة ولا حاجة فبالتالي لو عامل الكلام دا كل مرة على الخمسة فولت فبرضو انت بتخسر جهد دا او بتشغل الدايرة عن طريق جهد موجب يعني فبالتالي هيكون المفقودة عندك اكتر من اللي انت تكون بتعمل الكلام دا عن طريق الزيرو فولت طيب دا بالنسبة للتالت خاصية موجودة عندنا اللي هي خاصية الريسيت الخاصية رقم اربع لموجودة عندنا اللي هي الانتر رابط انتر رابط دي معناها المقاطعة يعني يعني انا بقاطع تنفيذ عملية معينة فده بنسميها انتر رابط يعني بمعنى تاني انت بي عندك كود اساسي او من كود يعني تمام والمن كود دا بينفز وظيفة معينة والمفروض لو حصل حدث معين هتروح انت رايح لي كود فرعي بتاع الانتر رابط دا تبدأ تنفزه تمام فهو ماشي في كود اساسي كده ولو حصل حدث معين هيبدأ يروح للايه للكود اللي موجود عندك بتاع الانتر رابط تمام الكلام دا هتقول لي طيب ما الكلام دا شبك للفنكشن يعني دا فرق ايه عن الفنكشن هقولك انت لو كاتب فنكشن ولا يكن هنا مسلا صام ولا حاجة تمام دا لت الصام دي الهدف منها ايه الهدف اللي انا مسلا هدخله رقمين ولما يلاقي الفنكشن بتاعت الصام دي هيروح رايح للكود الفرعي او الفنكشن اللي موجود عنده وبعد كده يبدأ ياخد الرقمين دول يجمعهم وبعد كده يرجع لك بالايه بالناتج فاذا انت محدد في الكود هو انت هيروح للكود الفرعي وهينفز ايه بالزبط وهيرجع بايه بالزبط تمام دا بالنسبة للفنكشن فاذا انت رايح بمزاجك للكود الفرعي لكن في حالة الانترابط انت بتبقى رايح غصبا عنك يعني يعني انت في مشكلة كبيرة حصلت او اكتشفت حاجة فيها مشكلة كبيرة فبالتالي تطريد تروح للكود الفرعي دوت عشان تنفس حاجة معينة فبالتالي انت ما تعرفش هتروح امتى للكود بتاع الانترابط يعني مثلا لو حصل حريق مثلا هيبدأ يروح الانترابط معين فانت ما انتش عارف الوريق دا الحريق دا هيحصل امتى تمام فالمفروض مثلا مبنى ولا حاجة وفيه اجهزة هتبدأ تكتشف لو حصل حريقة تروح رايحة الانترابط معين تشغل مثلا حاجة مثلا ترش مية مثلا في المكان تنور مثلا طرقة معينة تنزل اسنصير مثلا للدور الارض وتفتح الباب بتاعه وتوقفه مثلا وهكذا يعني تمام فاذا حاجة زي حريق دا انت مش عامل حسابه او ممكن يكون عندك مثلا ستوب اميرجنسي مثلا في مكينة معينة مكينة مثلا بتقطع خشب ولا حاجة ولقيت مثلا اللي فيه ادعام الهتيجي تحتها فانت عايز سلحق الموضوع ده فيبقى موجودة عندك زرارة تقدر توقف عمل المكينة بشكل مفاجئ فده طبعا بالنسبة لك يعتبر انترابط طبعا كل نوع من انواع المايكرو كنترولر ممكن يكون في حدث انترابط او اكتر من حدث انترابط احنا اظن في البيك 18F عندنا تقريبا 16 او 17 انترابط طيب رقم خمسة اللي موجودة عندنا هنتكلم فيه عن الطايمر والكاونتر احنا طبعا الكلام اللي بنتكلمه دلوقتي كلام سريع يعني عن الفيتشارز اللي موجودة عندنا وان شاء الله يعني لو كان في وقت ممكن يبقى فيه بعد كده كلام عن نفس الموضوعات ديت بشيء من التفصيل تمام ممكن نتكلم على بتاعتها شكلها عامل ازاي والدنيا بتمشي فيها ازاي هنا بالنسبة الخاصية الخمسة بتاعة الطايمر والكاونتر طبيعي اي مايكرو كنترولر هيبقى موجود جوه طايمر وهيبقى موجود جوه كاونتر طيب ايه الفرق ما بين الطايمر والكاونتر الفرق الاساسي للطايمر بيعد بلصات متزامنة يعني البلصات اللي موجودة عندي هتبقى متساوية في الزمن بتاعها تمام او بلصات متزامنة فانا عارف المسلا النبضة دي مثلا او الويف ديت هتاخد مثلا بريود مهينة ولا يكون واحد سكند مثلا فبالتالي لو اكررت مثلا اربع مرات فانا عارف اللي مره وقت اربع سكند مرت عشر مرات فانا عارف اللي مره عندي وقت عشر سكند لان عارف اللي النبضة ديت خدت واحد سكند ده بالنسبة للتايمر وما بالنسبة للكاونتر لا مش هيبقى فيه تزامن بقى فيه النبضات اللي موجودة عندنا هتبقى النبضات اللي موجودة عندي غير متزمنة. زي ما يكون مثلا عندي خط انتاج مثلا بينتج مثلا صابون ولا حاجة. وانا حط على خط الانتاج دوت سنسور عشان يبدأ يشوف لي فيه كم منتج عدى قدام. تمام? اكيد المنتجات دي مش هتعدي بوقت مزبوط يعني. انا عدى مثلا عندي منتجين تلاتة. وبعد كده السير فاضي. بعد كده عدى منتج. وهكذا. تمام? ففي الوقت ده هتلاقي السنسور مطلع لك نبضات حاجات زي كده. مثلا يعني اتنين تلاتة جنب بعض. وبعد كده فاضي. وبعد كده واحد. وبعد كده فاضي. وهكذا. فهتلاقي النبضات غير متزمنة. فده الفرق الاساسي من بين الكاؤنتر والطايمر. فطبعا اما عدى النبضات دي هابق ابقى عارف اللي انا مرة عندي تلات نبضات اربع نبضات. فابقى عارف اللي عدى عند تلات منتجات او اربع منتجات او خمس منتجات. فده بالنسبة لنا الفرق الاساسي يعني ما بين الطايمر والكاونتر. تمام? طيب. آآ سادس حاجة موجودة عندنا. في الغالب بتبقى برضو من الفيتشارز الاساسية اللي موجودة عندنا داخل مايكرو كنترولر بنسميها او الدابليو دي تي. تمام? طيب ايه الهدف من الهدف برضو من الهدف اللي انت عايز تحمل بتاعك من التهنيك. مش عايز بتاعك يطلع من الكود اللي هو كان بينفزه. ويطلع كده في الهوى. تيجي انت تدخل له امبوت ما بيقبلش امبوت. تيجي تاخد منه امبوت ما بيدي لكش حاجة. مفيش حاجة بتتنفز. زي ما تبقى عالكمبيوتر كده تيجي تحرك الماوس تريد ما بتحركش. تحاول تعمل اي حاجة. مفيش حاجة بتتحرك معك. مفيش حاجة بتتكتب معك. فالجهاز كده ايه هنج موش شايف ولا امبوت ولا امبوت ولا بيعمل اي حاجة. فطبعا تخيل الكلام ده لو في تطبيق مترطب عليه حياة ناس. يعني مسلا سيستم موجود على طيارة ولا حاجة والسيستم هنج ولا حاجة. تمام فطبعا في حاجة زي كده الناس هتلبس. او موجود مسلا في النظام التحكم المسؤول عن الفرامل اللي موجودة في العربية. والسيستم ده هنج وانت جات يدوس فرامل يعني. وهو طبعا ولا قابل للفرامل اللي انت بتعملها ولا شايف انت بتعمل ايه? تمام? فطبعا دي مشكلة كبيرة. طيب. طبعا ده زي موانا هيحميك من الهنج اوت يعني او هيحميك من موضوع التهنيك دوت. طيب بيحميك ازاي من موضوع التهنيك دوت? بللي هو بيحاول يعمل رستارت للبروسيسور بتاعك او المايكرو كنترولر الموجودة عندك كل واحد وتمانية من عشرة ثانية. تمام? يبقى تقريبا كل واحد وتمانية من عشرة ثانية هيروح عامل رستارت او عامل رستارت للسيستم بتاعك اللي موجودة عندك على المايكرو كنترولر ويبدأ ينفذ الكود بتاعه من الاول. تمام? الكلام ده? يبقى يعمل رستارت المايكرو كنترولر كل واحد وتمانية من عشرة ثانية. طبعا الوضش دوق تايمر ده مهم في التطبيقات الصناعية والتجارية والتطبيقات اللي هي علاقة بحياة الانسان. تمام? فهو بيضمن اللي كل واحد وتمانية من عشرة ثانية هيعمل آآ رستارت وينفذ الكود بتاعه من الاول. هتقول لي طيب معنا كده اي كود هكتبه هيبدأ يجي ينفس فيه. تمام? وده يروح عامل رستارت هيروح راجع من الاول تاني. فكده الكود بتاعه مش هيتنفس كامل. لأ بيتنفس كامل بس انت بتعمل ايه بقى? بعد كل جزئية من الكود وانت عارف الجزئية دي من الكود هتاخد زمن آآ في حدود الواحد وتمانية من عشرة او اقل. تبدأ انت تعمل ايه? تصفر لوتش دوق تايمر دوت. تمام? وبعد كده تبدأ تكمل الكود بتاعك وبعدك تبدأ تصفر لوتش دوق تايمر مرة تانية وهكذا. تمام? عشان تضمن اللي هو ما يشتغلش غير بعد اما انت تتنفز الكود بتاعك بشكل كامل. طبعا زي ما قلنا في الغالب ده بيبقى مشكلة كبيرة بالنسبة الناس المبتدئة. وهو بيبقى تمام? او بيبقى شغال. فلزيك انت ممكن تيجي اول تطبيق ليك على المايكرو كنترولر. وتيجي تشغله سواء بتنفز الكلام ده عاملي او بتنفزه مثلا على برنامج البروتس ولا حاجة. تيجي تشغل المايكرو كنترولر وتلاقي مش شغال. تمام? وانت عامل كل حاجة مزبوط والكود بتاعك مزبوط. بس الوتش دوق تايمر في الاساس شغال. وان. فبالتالي هو قاعد يعمل رستارت كل واحد وتمانية من عشرة سكند ومش شايف الكود بتاعك وما بينفسش حاجة. تمام الكلام ده? فللتغلب على الكلام ده. لان بالنسبة للناس المبتدئة المفروض اللي انت توقف في الوتش دوق تايمر. لما تفهم الموضوع وتفهم الدنيا شغالة ازاي? وتعرف ازاي تتعامل معها? وطبعا زي مقتلك في التطبيقات اللي هي علاقة بحياة الانسان او التطبيقات الصناعية والتجارية المهمة يعني اللي هي علاقة بالامان. فمهم في الوقت ده اللي انت تشغل الوتش دوق تايمر ده اوف لحد ما نشوف ازاي نتعامل معه. يبقى دي من الحاجات المهمة لازم ناخد بالنا منها. اه واحنا بنشتغل على ال مايكرو كنترولر اللي احنا نوقف الوتش دوق تايمر. طبعا حتى الان في الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ايه? الفيتشارز الاساسية اللي لازم هتبقى موجودة عندي في اي مايكرو كنترولر? طبعا لازم يبقى موجود فيه باور. لازم يبقى موجود فيه اوسليتور. لازم يبقى موجود فيه واحد ان ما كانش اكتر من حدث. طبيعي هيبقى فيه تايمر وهيبقى فيه كاونترز. وطبيعي هيبقى فيه الووتش دوق تايمر. طيب احنا كده وصلنا للخاصية رقم ستة. نروح للخاصية رقم سبعة. الخاصية رقم سبعة لموجودة عندنا اللي هي الانبتو ديجتال كونفيرتر. طيب ظاهر من اسمها كده الانالوج تو ديجتال كونفيرتر انت بتدخل له اشارة انالوج وهو بيحاولها لك لديجتال. تمام? طيب ايه اهمية الموضوع ده او ايه اهمية الوحدة دي في المايكرو كنترولر? بنسبة كبيرة انواع السنسورز اللي المايكرو كنترولر هتعامل معها هي سنسورز انالوج. يعني غالب السنسورز اللي موجودة عندنا هي عبارة عن انالوج سنسورز. تمام الكلام ده? يعني انت عندك سنسور بيقيس الحرارة سنسور بيقيس الرطوبة سنسور بيقيس الضغط. غالب الانواع ديت هتبقى انواع ايه? انالوج. هو طبعا حاليا دلوقتي بقى متوفر انواع ديجتال سنسور بس طبعا هتلاقي تمانها غالي لان هو طبعا بيبقى موجودة عليها في الاساسها برضو هتبقى شغالة انالوج وهتلاقي كل سنسور منهم موجودة عليه واحدة انالوج تو ديجتال يعني. فطبعا هتلاقي تمام بتاعه غالي وبالتالي لو انت عايز تستخدم مايكرو كنترولر وتعمل دايرة ما تبقاش مكلفة فهيكون الاسهل لك اللي انت تتعامل برضو مع الانالوج سنسور تمام? وطبعا داخل مايكرو كنترولر موجود وحدة الانالوج ديجتال كونفيرتر اللي هتحول لك اي اشارة جاية لك من الاشارات الانالوج لاشارات ديجتال. احنا طبعا من الاسم واضح اللي هو مايكرو كنترولر يعني نظام تحكم يعني او كمبيوتر صغير للتحكم فبالتالي هو هياخد مدخلات من سنسورز عشان يديك اشارات كنترول يعني تمام? دي الفكرة اختصارا يعني او عشان تعمل كنترول مثلا على حاجة معينة يعني انت بتقيس حرارة وبناء الحرارة دي هتشغل مثلا مطور بتاع مروحة ولا حاجة تمام? او هتقيس الحرارة وبعد كده بناء عليها هتشغل جهاز معين يعني تمام? او بتقيس ضغط او خلافه تمام? فاذا انت جالك اشارة الانالوج من السنسور فهتدخل الكلام ده على عشان يحاولك الاشارة بتاعتك الاشارة ديجتال وبعد كده تقدر تتعامل بها مع البروسيسور وباقي الوحدات الموجودة عندك داخل المايكرو كنترولر او داخل الاي سي طبعا المايكرو كنترولر وكل انواع هي عبارة عن ديجتال سيركيتس يعني تمام? هي زي ما قلنا عبارة عن كمبيوتر صغير موجود في بروسيسور ورام ورام ووحدات زي كده فطبعا كل دي انظمة ديجتال ومش هتره تتعامل مع الاشارات اللي جاية له من اللي عبارة عن اشارات في عدد لا نهاء من المستويات فلازم طبعا اشارة دي نحولها لديجتال قبل ما نتعامل بيها مع طبعا احنا قبل كده كنا درسنا في ازاي بنحول اشارة الانالوج لاشارة ديجتال وطبعا كنا بنعدي على مجموعة من المراحل من ضمنها اللي احنا بنعمل سامبل اند هولد وبعد كده بنعمل بعدد معين من وبعد كده بنعمل عشان نحول الاشارة الانالوج اللي موجودة عندنا ديت لاشارة ديجتال عبارة عن وحايد واصفار تمام الكلام ده فده الفكرة اللي موجودة عندنا وبالتالي انت كده عنده كل درجة حرارة هيبقى موجودة عندك كود والكود ده تقدر تتعامل بيه بقى في الكود بتاعك تمام او في البرنامج بتاعك آآ وتتعامل بالاصفار والوحايد دي آآ كقيمة ديجتال تقابل قيمة الانالوج اللي كانت موجودة عندك طيب الخاصية رقم تمانية هي برضو خاصية للتعامل مع الانالوج طبعا مهم من الخصائص اللي احنا بنتكلم عليها دي اللي احنا نميز الخصائص الخاصة بالتعامل مع الطايم الخصائص الخاصة بالتعامل مع الاشارات الانالوج نحاول نجمع كل حاجة من دي مع بعضها كده تمام يعني نشوف ايه الحاجات اللي ممكن تعمل yani storm مايكروكونترولر ايه الحاجات المسؤولة عن التعاون مع الاشارات الانالوج في المايكروكونترولر ايه الفيتشورز الخاصة بالطايم فيه المايكرو كنترولر وهكزا تمام طيب الخاصية اللي بعد كده برضو ليها علاقة بالانالوج اسمها الانالوج كومبار róż طبعا لو انتم فاكرين من اللي احنا درستنا في الديجيتال ديزاين احنا كان عندنا برضو في الديجيتال تمام? وكان عندنا ادر و وحاجات زي كده. بس في الديجيتال انت بتجمع رقمين او بتطرح رقمين او بتعمل عمليات زي كده. يعني مسلا انت عايز تدخل له مسلا رقمين خمسة واربعة ولا حاجة. طبعا بالبينر يعني او خمسة من اس واحد وعايز تطلع لك الناتج باربعة. فانت بتعمل الحاجات زي كده. بالنسبة لنا موضوع الانالوج ده. لا انت مش بتتعامل مع اشارات بقى عبارة عن ارقام وحاجات ديجيتال. لا انت بتتعامل مع اشارات وحاجات زي اللي مرسومة قدامنا كده. تمام? فبرضو بالنسبة لنا اوقات ما نيجي نعمل الكلام ده مع الانالوج ففي الوقت ده بنستخدم تمام? مش هينفع معنا بقى اللي بنقارن به مسلا ارقام ببعضها. لا انا في الوقت ده بستخدم طبعا بنعمل الكلام ده باستخدام اوبرشنان امليفاير. اوبرشن امليفاير ده او اللي بنترجمه بالعربي مكبر العمليات يعني. تمام? يقدر يعمل لنا عدد كبير جدا من العمليات على حسب التوصيل بتاعه. سواء انت كنت موصله اه وموجود عندك نيجاتيب فيدباك او كان موجود عندك بوزد الفيدباك يعني نيجاتيب فيدباك يعني طرف الاوبوت ده واصل مع طرف السالب بتاع الامبوت او بوزد الفيدباك يعني انت موصل فيدباك بس مع الطرف البوزدف. في الغالب لو انت شغال نيجاتيب فيدباك ففيه تطبيقات كتيرة لمايكرو كنترولر في اللي قصدي في الموضوع ده من ضمنها اللي انت ممكن تستخدمه كدايرة ادر او دايرة سابتراكتور. تمام? طبعا الاشارات انالوج يعني. تمام? او تستخدمه كدفرينشياتور مفاضل يعني او كانتجرياتور. دي بعض التطبيقات اللي موجودة على طبعا عارف اللي انتم موصلتوش في دوار الالكترونية للجزئية الخاصة بالاوبريشن الامل فاير. تقريبا خدتوا بس البداية بتاعة الدايض والسبيشيال الدايض والبي جي تي سواء بس ما كملتوش بعد كده. طيب ده بالنسبة الاوبريشن الامل فاير مع البوزد فيدباك. تمام? ممكن نستخدمه كمولد اشارات سكوير ويف يعني. تمام الكلام ده? وطبعا ممكن نستخدمه بدون فيدباك خالص في الوقت ده بتستخدمه ككمبرتور. بيبقى عندك جهد موجب وليكن مسلا خمسة فولت وعندك جهد سالب او جهد ارضي اللي هو زير فولت وبعد كده بتبدأ تدخله اشارطين عند الدخل وليكن في اي وفي بي. طبعا الاشارطين اشارات انالوج تمام? ممكن يكون هنا اشارة انالوج والاشارة دي مسلا جهد ريفرنس دي سي مسلا ولا حاجة ده الرفرنس فولت وبعد كده هيبدأ اقارن ال في اي بالرفرنس فولت اللي موجود عنده لو كان ال في اي اكبر من ال في بي او الرفرنس فولت اللي موجود عندي هيروح مطلع خمسة فولت او اللي هي بالنسبة لي تقابل لوجيك واحد يعني لو كان العكس لو كان في اي اقل من الفي بي ففي الوقت ده هديني زيرو فولت اللي هي تقابل لوجيك زيرو. تمام? طيب هتقولي دلوقتي مسلا لو فرضنا اللي انا عندي التطبيق. والتطبيق بتاعي دوت. الهدف منه اللي انا عايز ارائب درجة حرارة وبنان عليها اشغل مروحة معينة مثلا. وليكن في العربية ولا حاجة. تمام? عايز ارائب درجة حرارة العربية. تمام? المطور مثلا. ولو درجة الحرارة بتاعته وصلت لتسعين. ابدأ اطلع مثلا اشارة بواحد. وابدأ اشغل المروحة بتاعت الريداتير ولا حاجة. تمام? اه في الحالة زي دي. يفضل ان انا استخدم انالوج كومباراتور ولا استخدم انالوج ديجتال كومفيرتر. يعني احاول اشارة بتاعتي من انالوج ديجتال. واتعامل بيها ولا اشتغل مع الانالوج كومباراتور. اه طبعا الفرق ما بين الاتنين دول هارجع للتطبيق اللي انت شغال عليه. لو انا شغال حاجة زي العربية كده فبالتالي بنسبة لو درجة الحركة التسعين وزادت شوية عن التسعين ولا حاجة مش هتضرني او يعني لو درجة الحركة مسلا بقت واحد وتسعين ولا اتنين وتسعين عما خدت الاوبوت وبدأت اتصرف معاه فده مش هيسبب مشكلة كبيرة في العربية. تمام? بس هيوفر عليه لمايكرو كنترولر يفضل يرائب درجة الحرارة كل اللحظة يا. تمام? لان كده انا طبعا مش هقدر حط المايكرو كنترولر في يعني لان لازم مايكرو كنترولر يبقى شغاله كل مرة قاعد يقرأ الحرارة ويتابعه. فيزا تطبيق زي بتاع العربية وتشغيله مسلا ده ممكن ننفزه باستخدام الكمباراتور لانت بالنسبة لك كل حاجة مش هتبقى شغالة. ممكن حتى تبقى حطة المايكرو كنترولر في ويعمل مثلا او يعمل مثلا وقتا ما يجيله الاوبوت بواحد يعني يبدأ يفوق بقى ويشتغل ويبدأ يشغل مروحة بتاعت الريداتير مثلا ولا حاجة. طيب اه لو عندك تطبيق بقى حضانة مثلا بتاعت اطفال لا المهم اللي انا رأي بدرجة الحرارة كل لحظة وبعارف درجة الحرارة كاملة ان دي هيطلطب عليها حياة انسان يعني ممكن ان الطفل يموت لو درجة الحرارة زادت بشكل اه كبير مثلا ولا حاجة حتى لو لمدة صغيرة. فبالتالي انا محتاج في الحالة دي اه الموضوع يتمي بشكل ضقيق وارأي درجة الحرارة وبقى ضامن لدرجة الحرارة لا تتعدى مستوى معي. تمام? لان هي ممكن يترتب عليها اه حياة انسان او ممكن حد يموت بسبب حاجة زي كيف. فاذا على حسب التطبيق بتاعك بتختار ازا هتشتغل بالانالوج كومبراتور او هتشتغل بالانالوج تو ديجتال كومفيرتور. ففي الغالب التطبيقات الخاصة بالحضانات او الغليات هتبقى محتاج تقرأ درجة الحرارة بشكل مستمر وهيبقى طبعا المايكرو كنترولر كل مرة بيقرأ الحرارة ويحاولها الاشارة ديجتال وبناء عليه ياخد اكشا معين يعني. لكن لو تطبيق زي ما قلنا حاجة زي المروحة اللي موجودة عندك مثلا اه في التبريد المطور ولا حاجة فممكن حاجة زي الانالوج كومبراتور تكون كافية عندك لمراقبة درجة الحرارة. اخر خاصية هنتكلم عليها النهاردة هي السيريال بورت. طيب بالنسبة للسيريال بورت احنا طبعا من اوائل الحاجات اللي الناس بدأت تستخدمها عشان تنقل البيانات ما بين الاجهزة وبعضها وخاصة ما بين الكمبيوتر مسلا والسكانر او البرينتر كان الناس بتشتغل في الاساس باستخدام البارل بورت. بارل بورت ده نقل متوازع تمام? فبيبقى عندك عدد من الاطراف كده مسلا ثمان اطراف ولا ستاشر طرف اه في كابل بين البيانات بتاعتك مسلا اللي يكون واحد صفر واحد واحد صفر مسلا ويبدأ انقلها ما بين البي سي او سكانر اللي انت موصله عندي. طبعا البنات تودى توصل برضو بنفس الشكل الايه? المتوازي اللي موجودة عندك ده. طبعا اه طريقة نقل البارل بورت ديك كان فيها مشاكل كتيرة طبعا الدياركات كومبليكس اللي موجودة عندك فيه البي سي واللي موجودة عندك في البرينتر. اه كان مزادي اللي هو طبعا كان سريع في النقل وطبعا كان ل niyeو مشاكل كتير يعني انا طبعا حضرت الموضوع دوت كان كابل البارل بورت ده بيعطل بشكل سريع جدا يعني يعني انت بتجيب كابل البرينتر وممكن كل شهرين ثلاثة تحتاج تغيره طبعا كان كابل تامن وغالي ولان فيه طبعا عدد سلوك كتيرة فمجرد السلك منهم بس يحصل فيه مشكلة كده الكابل بازه هترميه هتشتري واحد تاني يعني فطبعا لما الناس لقاتل فيه مشكلة في موضوع النقل المتوازي ده وتقال له خلاص يعني عشان نقلل عدد السلوك اللي موجود عندنا فبدلا ما نشتغل بارل ممكن نشتغل سريع تمام فنبعث البيانات بشكل آآ متسلسل يبقى انا عندي الجهاز اهو والجهاز التاني وليكن البي سي مسلا واي آآ واي مايكرو كنترولر ولا اي جهاز تاني موجود عندي تمام هبعث البيانات بتاعتي بس بشكل متسلسل او بشكل سريع تمام الكلام ده طيب يبقى انا كده البيانات بتاعتي بازه انو كنت بعيتها واحد صفر واحد واحد صفر بالشكل ده كده لا ابعتها كده واحد صفر واحد واحد صفر بالشكل اللي موجود قدامنا ده طبعا في الوقت ده ظهر عندنا نوعين من آآ التقنيات فيه تقنية بنسميها سينكرونس وفيه تقنية بنسميها اسينكرونس يعني متزامن او غير متزامن فبقى موجود عندنا سيريال بورد سينكرونس او متزامن وفيه سيريال بورد اسينكرونس تمام بالنسبة لسيريال بورد السينكرونس ففي الوقت ده انت كنت ممكن تحتاج قبل واحد تنقل عليه البيانات ما بين الجهازين بس لازم يكون التردد بتاع الجهازين تردد متزامن. يعني اما يكون الاتنين زي بعض يعني مسلا التردد اللي موجود عندي هنا مسلا واحد ميجا والتردد اللي موجود عندي هنا واحد ميجا او يكون التردد اللي موجود عندي آآ في جهاز منهم هو مضاعفات التردد في الجهاز التاني. يعني هنا مسلا التردد اف واحد والتردد هنا ان من الاف واحد. يعني ده مسلا واحد ميجا والتاني اتنين ميجا ده اتنين ميجا وده اربعة ميجا ده اربعة ميجا مسلا ده تمانية ميجا المهم يعني ايه ان في التردد الاولين. تمام? ده ممكن يعمل لنا تزامن ما بين الجهزين. تمام? دي اللي بنسميها آآ طبعا من اللي موجودة عندنا في آآ اللي احنا بنحتاج فيها سلكة واحدة دي حاجة زي تمام? او حاجة زي دي البرتوكولات اللي نستخدمها مع سيريال بورت. طبعا السيريال بورت ده مش منتشر يعني. وفي الغالب مش هنقابله كتير. لكن غالب اللي موجود عندك في السوق هو السيريال بورت. تمام? يعني غالب التطبيقات والشغل بتاعنا بتبقى مع السيريال بورت. طبعا في السيريال او الغير متزامن ده. انت هتحتاج بقى يبقى عندك كابلين واحد للارسال واحد للاستقبال. يبقى انت عندك الجهازين بتوعك. واحد هتبدأ تبعت البيانات عليه ولا يكون هنا بتبعت تي اكس ولا يستقبل الجهة التانية او هيبقى على الار اكس والسلك التاني هيبقى العكس هيبقى هنا تي اكس ده المرسل والمستقبل هنا بالنسبة لك اللي هو الار اكس تمام? طبعا في الوقت ده هيبقى التقنية اللي احنا شغالين بيها اللي مسميها اليو ارت طبعا هي اختصار اليونيفرسل طبعا احنا غالب التطبيقات بتاعتنا هنبقى شغالين بالايه? باليو ارت مش هنقابل موضوع ده كتير اه غالب الشغل بتاعنا هيكون شغال على اليو ارت تمام? اه طبعا في الوقت ده بيقى عندك بقى تردد هنا اف واحد وهنا تردد اف اتنين والترددين ما لهمش علاقة ببعض يعني مثلا عندك كمبيوتر ومسلا مايكرو كنترولر تردد في كمبيوتر مثلا يعني اتنين جيجي هرتز وتردد مايكرو كنترولر خمسة وعشرين كيلو مثلا يعني فطبعا ترددين ما لهمش علاقة ببعض وسرعة الاجهزة بتاعتنا مختلفة تماما عن بعضها فبالتالي مفيش اي تزامن ما بين الجهازين وزي ما قلنا ده غالب الاجهزة اللي موجودة فعليا عندنا هتبقى شغالة على التقنية بتاعت اللي بنتكلم عليها دي هنكتفي في الفيديو ده لحد الخاصية رقم تسعة وان شاء الله اللقاء القادم هنكمل باقي الخصاص اللي موجودة عندنا نكتفي بكده ان شاء الله وشكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة